موسيقى في التحليلية من الميادين وفد من حماس مجددا في سوريا كيف تتطور العلاقة بثبات وهدوء عنوين التقارب سياسية وأيضا إنسانية إلى أي مدى يؤثر تعافي حلف المقاومة في المشهد مع ارتفاع نسبة التخزين المائي لدى تركيا إزمة مياه تعيشها أنهر العراق بلاد الرافدين عطشا هل حرمت حصصها المائية أم أنها أساءت إدارة مياهها موسكو تعتبر تسليما ناتو أوكرانيا طائرات وسيانتها على أرضيها دخولا مباشرا في الحرب هي خطوط حمر تضعها موسكو أماما ناتو وتحذر فهل يتجاوز الرد الروسي حدود أوكرانيا وفي وثيقة اليوم موسيقى غالبية البريطانية تعتبر أو تعبر عن الندم على البريكزيت وترى أن حياتها صارت أسوأ موسيقى وفي قضية اليوم الانقسام الإسرائيلي الداخلي يزداد ويتحول إلى عنف المواجهة باتت في الشارع ومخاوفه على الأمن والاقتصاد والمستقبل ما الذي يجري في إسرائيل موسيقى زيارة نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إلى سوريا ليست يتيمة فمسار العلاقة بين حماس ودمشق لم يتوقف وهو آخذ في التطور والتقدم بهدوء ولكن بثبات مشاهد العودة إلى سوريا عديدة في هذه الأيام لكن زيارة حماس إلى دمشق لها بعد آخر فهي ليست عودة بقدر ما هي ترسيخ للعودة واستكمال لها بعد الزلزالين حضرت حماس في الزلزال الأول حضرت من ضمن الفصائل الفلسطينية التي التقت القيادة السورية لطي صفحة الماضي ولتقول إن السوريا عزيزة وقوية يعني أن أمتنا عزيزة وقوية وحين ذاك أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بياناً عقب اللقاء أكدت فيه أن خيار المقاومة هو السبيل الأوحد لاستعادة الحقوق ومذاك وتحديداً مذو التاسع عشر من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي تكررت الزيارات وهي الحركة تتضامن مع دمشق في الزلزال الثاني هذه ليست المرة الأولى حضرنا إلى سوريا مرات متعددة في زيارات قيادية لتقينا مع الإخوة السوريين لنؤكد على دعمنا ومقوفنا ومواساتنا للإخوة في سوريا ولشعبنا الفلسطيني الذي نكب من وراء الزلزال المتمر وأيضاً للقاء الفصائل الفلسطينية هنا لبحث سبل تطوير أداءنا ومقاومتنا في وجه المحتل هي مناسبة للتشاور بين الفصائل الفلسطينية لتطوير الأداء والمقاومة على أرض دمشق التشاور بذاته والمكان هما محط زعاج من كثيرين ومن هنا تأتي الرسالة الأقوى للزيارة بأنها تتحدى كل المتضررين من إعادة الوصل والتقارب مع سوريا من جهة ومع كل الفصائل التي تحتضنها دمشق على أرضها في الزيارة الأولى لحماس إلى دمشق طويت صفحة الماضي وفي الزيارة اللاحقة إعلان صريح عن ترسيخ هذه القناعة قرار العودة حين ذاك لم تعترض عليه أي جهة بما فيها تركيا وقطر بحسب ما قالت الحركة التي تشدد على أن قرارها نابع من ذاتها ومن دون استشارة أحد ما يحدث هو تحصين لقرار العودة وتثبيت لموقع سوريا حاضنة لحركات المقاومة ومن ضمنها حركة أساسية كحماس وفي كل الأحوال فإن أي لقاء من هذا النوع هو رد على كل مشاريع الاحتلال وإلى محل الميادين لشؤون العربية والإقليمية عبد الرحمن نصار نرحب بك عبد الرحمن نسأل عن الدافع لأساس وراء هذه الزيارة الحالية وماذا في تفاصيلها وأيضا هل تدلل وتشير على تطور في مسار العلاقة الآخذة أيضا بالتطور أساسا ما بين حماس ودمشق منذ اللحظة الأولى والزلزال وحماس قد أرسلت رسائل رسمية مكتوبة إلى القيادة السورية تعز فيها بهذه الكارثة الكبيرة وكان أصلا هناك أيضا نقاشات داخل الحركة ما هي السبل المساعدة الممكنة وبسبب صعوبة الأوضاع في غزة والخارج ربما جرى بعض الاقتراحات المتواضعة مثل إرسال وفد من أطباء فلسطينيين للمساعدة ولكن هناك كانت موانع لوجستية من إتمام هذا الأمر لكن القيادة السورية تلقفت هذا الأمر بترحاب شديد وترجمة إلى زيارة في النهاية هذه الزيارة صحيحة أنها انطلقت من البعد الإنساني ولكنها تأتي أيضا في إطار سياسي عام الإطار السياسي العام هو العودة العربية المشهودة والواضحة إلى سوريا بالتدريج وثانيا في إطار تسعيد الوضع في الضفة المحتلة على وجه التحديد حماس تعرف تماما أنها في مقابل التنصيق الأمني الأمريكي الذي يشارك فيه كل من المصريين والأردنيين أو عفا المصريين والأردنيون وأيضا مقابل حفلة التطبيع التي تمتد للأسف من المحيط إلى الخليج هي بحاجة إلى رافع عربية وهذه الرافع لا يمكن مثلا أن يمثلها حزب الله لأنه ليس دولة صحيح أنه جزء أساسي من قوى المقاومة عربية لكنه ليس دولة فلذلك حماس كانت تعرف تمام المعرفة أنها بحاجة إلى رافع عربية أمام هذه الموجة الأمنية وموجة التطبيع وليس سوى خيار لها إلا سوريا هذا أولا ثانيا دمشق تعرف أنها يجب أن ترى في حماس بوابة أساسية للعودة إلى الساحة الفلسطينية هذه الرسالة التي يفهمها الإسرائيليون جيدا سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو روسيا ما هو الدور الذي لعبته على مستوى إعادة العلاقات إلى مجرها الصحيح ما بين دمشق وحماس مساء الخير للجميع والمشاهدين الكرام طبعا لا يخفى أن روسيا لعبت ولا تزال تلعب دورا مهما ومعينا في تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية بما في ذلك بلا شك مع حركة حماس وهذا الأمر القيادة الفلسطينية نفسها قيادة حماس تعترف به وهنا أود أن أذكر أنه أثناء زيارة وفد حماس إلى موسكو برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في عام 2019 إلى موسكو هو نفسه كشف للميادين الجهود التي بدلتها روسيا من أجل تطبيع العلاقات بين الحركة وبين القيادة السورية وكانت آنذاك تجري الخطوات الأولى نحو هذا التطبيع وكان طبعا هذا الأمر كان يجري أيضا بمشاركة مصرية فلذلك لا يمكن أن ننكر لروسيا دورها المهم والمفيد في إصلاح العلاقات بين سوريا وحركة حماس وهذا أيضا تدين به سوريا بالامتنان للجانب الروسي لأن تطبيع العلاقة بين فصيل مهمة في حركة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي يصب في مصلحة الجميع يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ويصب أيضا في المصلحة السورية والمصلحة العربية والإسلامية بشكل شامل عبد الرحمن نصر هذا فيما خص المصالح والمصلحة العربية والإسلامية ومصلحة القضية الفلسطينية لكن إسرائيل كيف من الممكن أن تنظر وتتعاطى مع هذا التقارب الحاصل إسرائيل تعرف تمام المعرفة أن السوريين كانوا جزءا من غرفة العمليات المشتركة في حرب عام 2008 عندما كان هناك متابعة مباشرة من لدى رئيس بشار الأسد لمجريات هذه الحرب ربما جاءت بعد ذلك سنوات ما يسمى الربيع العربي عشر سنوات عشر سنوات هي فعلا كانت عشرية النار وخربت هذا المسار الذي كان قد بدأ منذ 2008 الآن سوريا كان جزء من هذه الزيارة للنقاش معها فيما يجري على صعيد الضفة وغزة وكيف يمكن تطوير العمل المقاوم إذن إسرائيل تلتقط هذه الإشارات بصورة واضحة أن هناك عودة ليست فقط حضور سوريا يكون عبر إيران وحزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية مثل الجهاد الإسلامي وفتح وجبه الشعبية وإنما أيضا عبر فصيل له وزنه الكبير في فلسطين سواء في الضفة أو في غزة سيكون لها رأي ومشاركة وأيضا ربما يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك أريد أن أعطي ملاحظة حماس يسجل لها صراحة في السياسة المحلية رغم بعض الأخطاء أن لها خطوات استباقية في مكان ما يعني تقيبا على كلام الزميد السلام حتى الاجتماعات بين حماس وروسيا الأخيرة خلال السنتين الماضيتين وخصوصا خلال سنة الحرب مع أوكرانيا كان هناك مبادرة من حماس عندما جمعت مواقف الإسرائيلية المضادة والمعادية لروسيا وسلمتها للقيادة الروسية أيضا كان هناك حوار حقيقي إضافة إلى قضية العودة إلى سوريا حول إمكانية حصول حماس على أسلحة أو مساعدات مالية وهذا يدل دائما على استباق الفرص واقتناص الفرص وهذا التغير الأساسي إذا كان مع روسيا بهذا القدر فكيف يمكن تخيله الآن فعلا مع سوريا ولكن لنترك الأيام تكشف ما هو مقبل إذن تعيش محافظات جنوب العراق على وقع جفاف قاس نتيجة تراجع منصوب مياه نهري دجلة والفرات الرفدان يصارعان من أجل البقاء في ظل تقليل حصة العراق من قبل تركيا عقب إنشائها العديد من السدود الكبيرة هذا التقرير لمحمد الفهد كمية المياه هذه في نهر دجلة المار بقلب العاصمة بغداد ليست بهذا المستوى في أواخر النهر كما هي حال الفرات إلى مستويات قياسية تراجع منصوب المياه خلال الأيام الماضية جنوب البلادي هو الأكثر تأثرا بموجة الجفاف ولسيما محافظات ذيقار والمثنى وميسان والبصرة وزارة الموارد المائية تقول إنها استنفرت جهودها بشكل عاجل لمواجهة هذه الأزمة لكنها حذرت في الوقت ذاته من مخاطر محتملة خلال فصل الصيف الموارد المائية العراقية حاليا لا نستلم إلا أقل من 30% من استحققنا الطبيعي وبالتالي هذا أثر على طريقة توزيعات المياه ودارة الملف المياه بالعراق شيء آخر السنوات الثلاث الماضية كانت سنوات جافة ووصلنا إلى مرحلة أن نستنزف الخزين الاستراتيجي لمدة ثلاث سنوات لتعويض النقص وزيارة على مستوى المناخ والبيئة ستكون تداعيات الجفاف حاضرة وبقوة وفق الخبراء ولاسيما تراجع الأنشطة الزراعية والاقتصادية وحتى الاستيطان البشري في المناطق الريفية له تأثير مباشر على تصحر التربة إذا ما قورن بالهجرة الجماعية من القرى أكيد هذا سيأثر على البيئة يعني مثل ما أمر علينا العام الماضي كانت هناك تأثيرات حقيقة عندما يكون جفاف راح تكون جفاف الأنهور هشاشة التربة راح يعني الاحتباس الحرار فهذه المؤثرات أولا راح تأثر على البيئة يعني راح تأثر أولا على المواطن والمواطن المتضرر الأول من هكذا مواضيع إيجاد الحل العاجلي ليس سهلا على ما يبدو كونه يتوزعه ما بين الجهود الدولية والدبلوماسية والحكومية بوزاراتها المعنية لتثبيت الاتفاقات وإيجاد حلول مشترك لأزمة المياه الناتجة عن بناء السدود وتحويل مسارات الأنهر التي ترفض رافدي العراق دجلة والفرات محمد الفهد بغداد الميادين ونفتح النقاش مع مراسل الميادين في بغداد صلاح الخزاعي نرحب بك صلاح ما هو أصل هذه الأزمة وما هو تأثيرها أيضا على الأمن الغذاء في العراق تحية طيبة دينا لك والزملاء والمشاهدين الكرام بدأت هذه الأزمة بعد أن شرعت تركيا كواحدة من أهم بلدان المنبع لنهرية دجلة والفرات الذين يعتمد عليهما العراق في مصدره الأساسي للمياه ببناء مجموعة من السدود لا سيما سيد أليسو الذي هو خزان مائي كبير زاد حصص تركيا المائية حتى وصل بحسب لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى 600 مليار متر مكعب من المياه فيما أثر بشكل كبير على خزين العراق المائي الذي لا يتعدى اليوم أيضا بحسب لجنة الزراعة النيابية سوى 7 مليار متر مكعب من الماء فقط وهذا أيضا دفع بلجنة الزراعة إلى مخاطبة رئيس الوزراء بشكل مباشر لتدارك هذه الأزمة طوال السنوات الماضية كانت هناك العديد من اللجان المشتركة والاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين الحكوميين العراقيين والمسؤولين في تركيا على تنظيم عملية أطلاقات مائية بحصص تضمنها اتفاقية البحار التي وقع عليها الجانب التركي وأيضا جانب العراقي وتضم 196 دولة عام 1982 صادقة عليها العراق عام 85 وفيها 196 دولة وهذه تنظم الحصص المائية بين البلدان المتشاطئة يبدو أن هناك مجموعة من المؤاخذات على آلية تنظيم واستثمار المياه في العراق الجانب التركي يشكل فيها على الجانب العراقي من خلال عدم تبطين الأقنية المائية من خلال عدم استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة عدم الاستفادة الكبيرة القصوى من المياه التي تذهب إلى شط العرب نعم ديني طيب عبد الرحمن نصار ما هي الانعكاسات لهذه الأزمة نحن نتحدث ربما عن انعكاسات كبيرة لكن على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي فيما خص العراق بحد ذاته ما بين عراق و تركيا تحضر المشكلات البيئية و المناخية في عمق السياسة يعني منذ انشاء أو كيان الاستهيوني وهم يتحدثون أنه كان أحد العوامل المانع للانشاء احتمال أو توقع أزمة مياه حتى الآن في الحالة التركية العراقية صدرت في الأيام الأولى للزلزال في السادس من شباط فبراير الماضي أخبار بدأ أن مصدرها مخابراتي يعني يقول أنه 600 أو 650 مليار متر مكعب التي خزنتها تركيا تسببت في احتقان أرضي شديد لديها وهو ما ولد الزلزال أو أحد الأسباب وليس السبب الرئيسي في صياق شبيهة أيضا إذا نظرنا إلى حالة غزة منذ سنة تقريبا عقدت إسرائيل مع مؤسسات دولية وعربية وأهد للأسف مع مشاركة فلسطينية سرية لم تعلن ندوة خاصة أيضا عن أزمة المياه في غزة قالت أنه من هون لسنة 2050 أو حتى سنة 2050 سوف تتسبب هذه الكارثة في غزة المائية في تلويث الشطان المناطق المحتلة مثل إسدود وعسقلان وكانوا يبحثون من الآن يدرسون من الآن كيفية حل هذه المشكلة ولذلك دفعوا الأمم المتحدة والصندوق النقد الدولي إلى تمويل مشاريع لتحلية مياه البحر عبر الطاقة الشمسية واقترحوا التبادل بين غزة والأردن غزة تعطي مياه محلاء للأردن لمعالجة أزمة المياه في الأردن في المقابل الأردن تعطي طاقة كهربائية لغزة طبعا العقل الاستعماري والاستيطاني لا يستغرب منه أبدا مثل هذا التفكير ولذلك ما يجري الآن في العراق ربطا بما سبق كله هو فعلا سيؤثر على مستوى السياسي كبير ربما يكون أحد أسباب الاحتقان الداخلي أو الخارجي والحروب لاحقا إذا لا سمح الله إذا هذه المشكلة أو هذه الأزمة الكبيرة صلى حل من معالجات متاحة أمام السلطات العراقية وهل هناك عمل جدي إذا هذه المعالجات أو فيما خص هذه المعالجات اللجنة العليا للمياه اجتمعت أمس الخميس برئاسة رئيس الوزراء محمد الشاعي السوداني وحضور عدد من الوزراء منهم وزير الموارد المائية وزير العمار والإسكان وأيضا وزير الصحة والبيئة وعدد من المديرين العامين الذين يشرفون بشكل مباشر على المؤسسات ذات الصلة سواء في المياه وتنظيمها أو في الزراعة يعني خلصت إلى أن الحلول تكمن في الحوار واللجوء للمنظمات الدولية إذا لم تكن الطرق الدبلوماسية والحوار مع الجانب التركي في زيادة الإطلاقات المائية لتعويض النقص الحاصل في مجرى نهري تجلة والفرات لأن العكاساتها ستكون بحسب لجنة الزراعة النيابية كارثية على الأمن الغذائي العراقي وأيضا على بعض المدن مثل البصرة التي تحتاج كثيرا إلى أن تكون إطلاقات المائية كبيرة حتى تدفع اللسان الملحي العائد من الخليج بالتجاه شط العرب والذي يقضي على الآلاف من الأراضي الصالحة للزراعة وأيضا تعاني المدينة من شحة في المياه الصالحة للشرب وللاستخدام البشري لأنها ستكون مياه مالحة عائدة من الخليج وليس مياه عذبة قادمة من مجرى نهري دجلة والفرات وبالتالي ستقتصر هذه الإجراءات على مجموع على التواصل مع الجانب التركي الذي كان آخره بالمناسبة اتصال هاتفي في شهر كانون الثاني الماضي بين رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق أن تكون هناك لجنة تنسيقية لتنظيم هذه العملية والآن إلى فكرة وثيقتي بريغريت يعاني الكثير من البريطانيين الندم على البريغزيت هو عنوان تقرير لقناته NBC الأمريكية نشر استطلاعات للرأي بيّنت أن المشاعر العامة للبريطانيين قد انقلبت ضد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الاستطلاع أظهر أن 53% من البريطانيين يعتقدون أن لندن كانت مخطئة في مغادرة الاتحاد مقابل 32% مازالوا يعتقدون عكس ذلك وبيّن هذا الاستطلاع أيضا أن 45% من البريطانيين يعتقدون كذلك أن خروج بريطانيا من الاتحاد جعل حياتهم اليومية أسوأ مقابل 11% فقط قالوا أنه حسن حياتهم وبحسب التقرير أيضا فأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد البريطاني الأسوأ أداء في مجموعة العشرين على مدار العامين المقبلين حيث سيؤدي ارتفاع تكليف المعيشة والاتراب السياسي إلى تفاقم مشاكل حكومة المحافظين وحول موضوع إعادة تعريف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلفت التقرير إلى أن القضية تحولت من قضية ثقافية قائمة على قيم توحد أو توحد الناخبون حولها إلى قضية اقتصادية في المقام الأول وهو ما يمثل بحسب التقرير مشكلة بالنسبة إلى الحكومة لأن تحالف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متحد بشأن القضايا الثقافية لكنه في المقابل منقسم جدا بشأن الاقتصاد وفي ملفات تحليلية أيضا موسكو تتخذ خطوات جديدة ردا على السمرار تسليح أوكرانيا وتوالي حزم العقوبات ضدها تحذر كذلك بأنها لم تسمح بعد الآن بتفجير خطوط أنابيب الغاز بين اللاعبين الدوليين تراشق جديد تجد موسكو نفسها إزاءه مضطرة لاتخاذ المزيد من الخطوات ردا على حزم العقوبات الأمريكية والأوروبية المتتالية إلى حد وضع سقف لأسعار الغاز الروسي ومقاطعته سلاح قاس لم ينجح في هزم موسكو أو ثنيها عن تنفيذ ضربات استراتيجية كان أبرزها إلغاء بوتين من طرف واحد اتفاقية نيو ستارد في تطور خطير على مستوى المواجهة ثم تأتي مواقف روسية جديدة بارزة تضع الأحداث على خط زمني لا عودة فيه كإعلان موسكو أنها لن تعتمد بعد الآن على الغرب في سياسة الطاقة إجابة كانت حاسمة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف عن سؤال بشأن كيفية تأثير الصراع في أوكرانيا في سياسة الطاقة الروسية فشدد على أن بلاده ستعتمد في سياستها في مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم بما في ذلك الصين والهند لكن ليس على الدول الغربية وأكد أن روسيا لن تسمح بعد الآن بتفجير خطوط أنابيب الغاز وفيما تواجه روسيا تحدي كسر الدفاعات الأوكرانية على جبهة بخموت المشتعلة منذ ستة أشهر يحضر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف من أن موسكو تعد تسليم النيتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه دخولا مباشرا في الحرب ضدها عواقب عديدة نبه ميدفيديف من أنها ستترتب على الخطوة فيما أشار إلى معرفة موسكو أن المدربين الكنديين والألمان بدأوا بالفعل بتعليم الأوكرانيين كيفية التعامل مع دبابات ليوبارد وهدد بأن مثل هذه المعدات أو الأسلحة إلى جانب المرتزق الأجانب والمدربين العسكريين ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة هذه التصريحات تضعنا أمام تساؤل عن مدى سداد الأفق أمام أي حلول للحرب في أوكرانيا وعن حدود تصعيد العسكري المتفلت في صراع دام على مستقبل النظام الدولي وحساباته وموازين القوى والمصالح فيه ونفتح النقاش مع مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي سلام اليوم إلى أي درجة اقترب النيتو من الخطوط الحمر التي رسمتها روسيا في الصراع الأوكراني وفق أي سيناريو يتطور الميدان ما بعد الحسم على بخمط في بخمط بالنسبة لروسيا أوكرانيا كلها خط أحمر عريض وكما قال لغروف فأن أوكرانيا هي مسألة وجود مسألة وجودية بالنسبة لروسيا وليس للغرب الذي يريد لروسيا هزيمة استراتيجية إذن بالنسبة لروسيا الخطوط الحمر هي كل ما يتعلق بالخارطة الأمنية للمنطقة وصيانة المصالح القومية الروسية وخاصة الأمن القوم الروسي واحتفاظ روسيا بسياسة مستقلة واحتفاظ روسيا بسيادتها وهذا ما تروجه على الساحة الدولية ومن خلال حواراتها وعلاقاتها مع شركاء الاستراتيجيين بشكل تام لذلك الآن الحديث هو في هذه المواجهة التي غدت إلى حد ما مفتوحة أصبحت الأمور أكثر وضوحا في ضوء تمادي الغرب في إطالة أمد هذه الحرب من خلال إرسال المزيد والمزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك أسلحة نوعية وكذلك ما يتعلق بالمعطيات الاستخبارية والرصد الجوي والفضائي إلى آخره فلذلك الآن الحديث كما قال مد بيديف أصبح عملياً الغرب يريد أن يخوض المعركة في أوكرانيا انطلاقاً من أراضي دول حلف شمال الأطلس هذا يتعلق بالطائرات على زم المثال وفي هذه الحالة يصبح الاشتباك فعلاً اشتباكاً مباشراً بين الطرفين لأنه بعد قليل سنرى أنه لم يعد هناك من يمكن أن تقاتل بهم أوكرانيا وروسيا يعني الخسائر فادحة الملايين هاجروا البلع يعني فلذلك سيضطر أدنى تفنها إلى أن يخوض هذه الحرب بشكل مباشر ولو بغطاء ما طيب صلاح الخزاعي زيارة وزير خرجي الروسي سرقي لافروف الأخيرة إلى بغداد هل فتحت مساراً جديداً في مخص العلاقات ما بين موسكو وبغداد في ظل الاستفافات الحالية على المستوى العالمي هي محطة ربما لن تكون جديدة على اعتبار أن هناك حلفاً رباعياً ضم روسيا والعراق كان هناك فيه تعاون على المستوى الأمني في أكبر محنة أمنية مرة فيها العراق وبالتالي تأتي هذه الزيارة في ظل ظروف الآن تعيشها روسيا لا يريد العراق أن يكون فيها طرفاً كما لم يكن طرفاً أيضاً في ما يعني أريد له أن يكون كواحد من الدول التي تطبق مثلاً عقوبات اقتصادية على الجارة إيران واختصى لنفسه بأن يكون استثناءاً من كل العقوبات المفروضة على إيران وبقى يقيم علاقاته الاقتصادية والسياسية والأمنية في إطارها كذلك المشهد يتكرر في العلاقة مع روسيا الزيارة ربما كان لها عنواناً اقتصادياً ولكنه لم يبتعد أيضاً عن العناوين السياسية والعناوين الأمنية هناك استحقاقات للشركات الروسية العاملة في المجال النفطي العراقي كان هناك عملية مناقشة لآلية تنظيم استحصال هذه الاستحقاقات في ظل العقوبات المفروضة على روسيا وأيضاً استكمال حلقات التواصل باتجاه أن لا تزيد دوائر الضغط على الجانب الروسي في وقت يريد العراق فيه أن يعزز دورة إقليمية في منطقة الحياد الإيجابي فيما يشبه دور سلطنة عمان في المنطقة نعم دينا سلام اليوم الواضح بأن القطيعة ما بين روسيا والناتو ستكون طويلة فما هي خيارات موسكو على مستوى الطاقة روسيا اختارت تطوير العلاقات والمضي قدماً في تعميق هذه العلاقات مع عالم الجنوب وهذا كان واضحاً في تصريحات المسؤولين الروس بما في ذلك وزير الخارجية والرئيس بوتين إذن التوجه نحو عالم الجنوب التوجه نحو شركاء تقليديين في السنوات الأخيرة نلاحظ أن هذه العلاقات بدأت تتعزز أكثر وأكثر ووصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية وشراكة استراتيجية من نوع جديد أقصد هنا طبعاً بالدرجة الأولى الصين وأيضاً الهند يعني اليوم اللغروف يتحدث بكل صراحة عن أن الهند والصين فيما يتعلق بمجال الطاقة هما شركان استراتيجيان أساسيان بالنسبة لروسيا أيضاً فيما يتعلق بأن روسيا في مجال الطاقة عملياً ابتعدت عن الغرب تركز الآن أيضاً على ما يسمى بالسيل التركي والسيل الجنوب عبر البحر الأسود لذلك كانت أيضاً الرسالة واضحة من قبل المسؤولين الروس بأنهم لن يسمحوا بعد ذلك بعد اليوم من العبث بهذه الأعصاب الحيوية ليس فقط لتعزيز الاقتصاد الروسي وإنما لمد الدول الصديقة بالغاز وبالنغط فإذن الاتجاه الروسي هو اتجاه نحو الشرق واتجاه نحو الجنوب وعلى ما يبدو أن القطيع مع الغرب ستستمر فترة طويلة جداً لا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أي مدى ستستمر سلام عبيدي صلاح الخزاعي وعبد الرحمن نصار شكراً جزيلاً لكم فاصل قصير مشاهدين نحلل بعده قضية اليوم ابقوا معنا يتزايد القلق في إسرائيل من انضمام جنود الاحتياط إلى الاحتجاجات ضد إجراءات الحكومة الإسرائيلية في المجال القضائي وتتزايد معه التحذيرات من تبعات ذلك على أداء الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواجهة التحديات هذا التقرير لمنال إسماعيل الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية في المجال القضائي تتصاعد وترتقي درجة وربما تخرج عن السيطرة في ضوء صور العنف والضرب الذين مارستهما الشرطة الإسرائيلية بحق المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي أصوات التحذير من انفلات الأمور وانزلاقها نحو حرب أهلية في ضوء الشرخ العميق الذي يضرب المجتمع الإسرائيلي قابلها قلق كبير من انضمام المزيد من الجنود والضباط الاحتياطيين ولسيما من سلاح الجو إلى الحركة الاحتجاجية وقد هددوا بأنهم لن يلتحقوا بخدمة الاحتياط إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في خطتها في المجال القضائي عناصر الاحتجاط أقام خيمة احتجاج مقابل الكنيسة المئات منهم انضموا إلى الاحتجاج وأعلنوا أنهم لن يخدموا بالاحتياط إذا مضت الحكومة بالإصلاحات القضائية وقد رأينا وحدات كدودوبان ووحدات خاصة أخرى وطيارين حربيين وسمعنا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق عموس مالكا يرد على نتنياهو ويقول له لسنا نحن الفوضويين أنتم الفوضويون تزايد العرائد الموقعة من قبل ضباط وجنود في الاحتياط ومن مختلف الوحدات احتجاجا على إجراءات الحكومة في المجال القضائي تزيد من تعقيد الأمور ولسيما أن المشاكل الحالية في إسرائيل قد تقود الجيش إلى أزمة احتياط أخطر من حرب لبنان الثانية بحسب مسؤولين في الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية ناقشوا في الجيش الإسرائيلي زيادة العرائد التي حذر فيها ألاف من عناصر الاحتياط بأنهم لا ينطلوا للخدمة إذا مرت الإصلاحات القضائية ما يدل على أن الأمر مقلق وأكثر تعقيدا في الواقع تأخروا قيادة الجيش الإسرائيلي في فهم عمق الأزمة وانعكاساتها على تشكيل الاحتياط له تبعات خطرة برأي خبراء إسرائيلي لأن جهاز احتياط مستقطبا ومنقسما وفقا لهم سيلحقوا ضررا لا يعوضوا بكفاءة الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواجهة التحديات ونفتح النقاش مع محلل الميادين لشؤون الإسرائيلية دكتور عباس إسماعيل نرحبك دكتور عباس ونسأل عن أبرز التحديات التي تواجهها إسرائيل اليوم في ظل هذه الأزمة الحالية وهل هي فعلا أمام خطر تفكك وحرب أهلية داخلية عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية قبل أكثر من شهرين في أول خطاب لرئيسها أمام الكنيسة تحدث عن تحديات ثلاث سوف تعمل حكومته وهو شخصيا عليها التحدي الأول هو مواجهة إيران خاصة لسيام الملف النووي التحدي الثاني هو توسيع التفاقيات أبرهم ولسيام توصل لتسوي أو اتفاق مع السعودية والتحدي الثالث غلاء المعيشة الآن بعد أكثر من شهرين على هذه الوعود التي كررها في جلسة أول جلسة لحكومته تبدو مروحة التحديات والتهديدات لتواجه إسرائيل مغايرة كليا هناك إجماع في إثيرها على أن هناك ثلاث تحديات الآن تواجه إسرائيل التحدي الداخلي والتحدي الفلسطيني والتحدي الإيراني المفارك أنه في كل هذه التحديات الثلاث إسرائيل أمام مأذق صعب وخص وأن هذه التحديات الثلاث مفتوحة على بعضها البعض بمعنى أنها كلها تؤثر على بعضها التحدي الداخلي يبدو الآن الأفق مزدود في التحدي الفلسطيني واضح للجميع الزيادة عمليات المقاومة الفلسطينية والمأذق الذي يواجهه جيش الاحتلال وأيضا الحكومة في مواجهة هذه العمليات وفي التحدي الإيراني نسمع أصوات كثيرة في إصطير تدقنا قوت الخطر وخاصة بعد التقارير عن إيران تخصيبها بالنسبة 84% والقلق الأكبر الذي الآن يتم التحدث عنه أن هذه الأزمة الداخلية تصرف إسرائيل عن مواجهة إيران هذا ما قاله رئيس الأركان اليوم جادي أيزنكوت وهذا ما قاله كثيرون وبالتالي التحديات الثلاث إسرائيل تقف عايزة أمامها ويبقى الآن في ترتيب هذه التحديات بعد أن غاب في طوال السنوات الماضية التحدي الداخلي عن الصدارة وكان التحدي الفلسطيني هو الأكثر إلحاحا والتحدي الإيراني الأكثر استراتيجية الآن يبدو التحدي الداخلي هو الأكثر إلحاحا والأكثر استراتيجية وينطوي على تبعات كثيرة وعن هذه التبعات سنتحدث ناصر لحام محل الميدين لشؤون الفلسطينية والإقليمية نرحب بك الاحتلال هو نفسه الجرائم العنصرية الإسرائيلية نفسها على تلقات الواحدة ما الجديد اليوم؟ الجديد أننا نحن العرب تخير لنا والأفضل بحثت طوال 20 سنة الماضية لم أجد أن نتنيه يمنع أي شيء يمكن أن يجعله يمكس كل هذه الفترة سوى أنه أوهم الإسرائيليين أنه استجلب لهم الأممين وورا الجتار قال لهم أنا سأجلب لكم الأممين لا اليمين ولا شارون ولا الجنرال لا تستطعوا ذلك أوهم الفلسطينيين في الضفة بالسلام الاقتصادي أوهم الفلسطينيين تغزب وتطلق النار عبر الوسطاء فباع البضاعة الفاسدة للإسرائيليين أن لديهم أمن والحقيقة أن هذا ليس بإمكانية الأمن الإسرائيلي وإنما بتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية وربما في كثير من الحياة سذاجة القيادات الفلسطينية التي سكتت على الجرام كل هذه الفترة ما أن هبت القدس وهبت جنين ونابلس وهبت كل مدن الضفة الغربية في قطاع غزة وهبت داخل الفلسطينيين حينها ظهر كم هو واهن هذا الأمن الإسرائيلي بالنسبة للغنى والهايتك ووعد إسرائيل نتنياه وعدهم أن يصبحوا دولة عظمى مشروع النفط واستجلاب النفط من الخليج العسقلان فشل كل مشاريع الاقتصادية فشلت كما قلت هو باع الوهم للإسرائيليين اليوم الحقيقة انكشاف الحقيقة إذا ما استمر الفلسطينيون فقط لأشهر على هذه الطريقة لن يعود للحكم أبدا نتنياه طيب قطيبة الصالح محل الميدين للشؤون العربية والإسلامية نرحب بك أيضا قطيبة الأمن أحد التحديات أو واحد من التحديات الذي تحدث عنه زميل ناصر اللحام لكن ماذا عن البعد الاقتصادي واحد من التحديات كان غلاء المعيشة اليوم ما هو البعد الاقتصادي لما تمر بها إسرائيل وهل تفاصيل الوضع الاقتصادي يزيد في تجيج وتأجيج التجيج وتأجيج الوضع نعم بطبيعة الحال كل التحية بداية دينا لك والزملاء والمشاهدين تحدث ناصر بالفعل على الجانب الأمني هو أيضا تطرق إلى الجانب الاقتصادي بشكل عام في إسرائيل والنقل أيضا ما تحدث به ناصر عن أن ميزة نتنياهو كانت الأمن أو ما واعه من وهم للإسرائيليين صحيفة هارتس تتحدث عن أن الميزة الأخرى كانت الاقتصاد المدفوع بقطار الهايتك وربما هي نقطة مهمة جدا في الإطار الاقتصادي الذي لا نستطيع نتحدث عن كافة عناصره في هذا الإطار هناك وضع اقتصادي تحديات اقتصادية يتفرضها الوضع العام في إسرائيل ووضع التحديات أو تحديدا هذه الاحتجاجات التي نشهدها ولكن الميزة المتعلقة بوضع الهايتك في إسرائيل وما سيترتب على الموضع الحالي في صناعة الهايتك فينشل تايمز على سبيل المثال صحيفة فينشل تايمز تتحدث بالأمس نقلا عن رؤساء تنفيذيين ومدراء شركات كبرى بأنهم سينقلون تمويلهم بأنهم سينقلون نشاطهم بأنهم بدأوا يختبرون باستثمارية أخرى خارج إسرائيل ويتم تحديد تحديدا قبرص وأسبانيا والولايات المتحدة من المهم النظر إلى جزئية الولايات المتحدة في الوقت الذي تعمل فيه على تجريد حلفائها في أوروبا من صناعاتهم والتحديد عالية التقنية في هذا الإطار هذا الأمر سيرتب بالحقيقة تداعيات كبيرة اقتصادية نتحدث عن تقرير صدر مؤخرا ويتحدث عن وضع الهايتك بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي التقرير يقول بأن 54% من صادرات إسرائيل هي صادرات تتعلق بالهايتك وبالتالي ضرب هذه الصادرات هو ضربة كبرى نتحدث عن 67 مليار دولار نتحدث عن أنها تشغل عشر القوى العاملة في إسرائيل وختاما هي تشكل 15.3% بين النتج المحلي الإسرائيلي إذن هذه الأزمة دكتور عباس بما تتخلله تحركات الاحتجاج من مشاهد عنف هل تقود إلى إراقة الدماء وبالتالي كما تحدثنا في البداية إلى مزيد من الشرخ الداخلي وتفكك في المجتمع الإسرائيلي بين مزوجين من المؤكد والمتفق عليه حتى إسرائيليا حتى بين طرفي النزاع أن الشرخ الداخلي واقع وأن الشرخ الداخلي يتعمق وأن الشرخ الداخلي خطير وأن الشرخ الداخلي قد يؤدي إلى انهيار الهيكل على أصحابه وهذا ما يدفع طيار ثالث تسووي إلى صح التعبير للدخول على الخط ومحاولة التوصل إلى تسوية هل تطور الأمور إلى إراقة الدماء ليس هناك ما يمنع من حطول هذا الأمر ونحن نعرف في التاريخ غير البعيد يعني في عام 1995 اغتيل رئيس حكوبة هو إسحاق رابين بيد يهودي يميني هو يقال أمير وبالتالي إراقة الدماء هو أمر ممكن الآن سي يبذلون هذا كل الجهود حتى لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة ولكن في نفس الوقت الخطاب المعتمد حتى الخطاب السياسي الذي يعتمده الطرفان قد يؤدي أو يؤجج النقوث لإراقة الدماء خاصة الاتهامات المتبادلة الآن نجل من يمين نتنياهو يأير نتنياهو قبل قليل يتهم المتظاهرين بأنهم إرهابيين كان الخطاب بأنهم فوضويين الآن إرهابيين أيضا في المقابل الذين يعارضون نتنياهو يتهمون دماعة نتنياهو بأنهم يريدون الذهاب نحو الدكتاتورية ولابد من مواجهة الدكتاتورية زوجة نتنياهو تقول ونتنياهو يقول أنه بالأمس أو النهار الأربعاء كان هناك نية لقتلها وبالتالي حديث القتل يعود إلى الشارع الإسرائيلي التحذيرات تعود وهذه قد تكون من قبل النبؤات التي تحقق نفسها ليس هناك ما يمنع حصول إراقة الدماء ولكن لا شك أن هذا إذا حصل هو تطور كبير خطر كبير واضح أن المسؤولين الإسرائيليين سوف يبدلون المستحيل كي لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة وبالرغم من هذا المشهد الناصر نتنياهو مصر على المضي ومتعنت جدا وبالتالي كيف وبأي أشكال وبأي أسليب ستستمر هذه الحكومة أيضا هل دخلت إسرائيل عفوا هل دخلت فلسطين عصرا جديدا أنا بدي القول بأدله الدكتور صاحب ركات رحمه الله غادر الدنيا وهو يصرخ على كل الفضائيات احتلال بلا كلفة وسلطة بلا سلطة ولم يعني يسمعه أحد الاحتلال تحول إلى احتلال مجاني خمس نجوم حتى قطاع غزة المحاصر نشتري كل شيء وكان الدكتور صاحب يقول كل يوم 14 مليون بيضة 8 لتر مليون حليب ويعد الأدوية التي نشتريها هل تعلمي أنه الأسرة في سجون الاحتلال نحن ندفع الوجبات الثلاث حتى في داخل السجن الأسرة نحن الذين ندفع عنهم الطعام والدواء وكل شيء إسرائيل استنكفت حتى عن تقديم أي شيء وفرنا لهم في سذاجة وفرنا لهم احتلال مجاني خمس نجوم وبالمقابل باتفاقية أوسلو لإسرائيل حصة فيه كل أموال الدعم كل أموال الدعم التي تاتي يجب أن يكون شريك إسرائيل يسرق منها هل دخلت فلسطين عصرا جديدا أنا أقول تأخرنا وأنا أقول أنه العشرين سنة الماضية كانت سيئة جدا للألفين وثلاث الذي كان محصر فيها أبو عمار لليوم كان الفلسطيني يقرر من يكون رئيس وزراء إسرائيل اليوم لا أخج لأنه كلك على لواء اليوم الإسرائيلي يقرر من يكون رئيس الشعب الفلسطيني قطيبة صالح ما الذي يتكشف من خلال قراءة الإعلام الغربي للأزمة الداخلية الإسرائيلية نعم دينا هناك نمط جديد إلى حد ما هناك نمط الذي يشعر به إلى حد كبير للمرة ربما ليست مرات كثيرة التي نقرأ فيها على سبيل المثال في الواشنطن بوست نيتنياهو يدمر المجتمع الإسرائيلي في نيويورك تايمز إسرائيل تغضب حلفائها وعناوين أخرى على هذا المنوال في عدد من الصحف أو المنافذ الإعلامية الرئيسية في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا بشكل عام الاتجاهات متعددة دينا بعض الوسائل الإعلام التي ربما تعبر عن ديارات سياسية اتخذت اتجاهات تسوية بدأت بعرض بعض النظريات أو تنظر إلى حد ما بكيفية حل هذه الأزمة والتوصل إلى تسوية محاولة من التقليل من التداعيات السياسية لها للحفاظ على إمكانية الحل إلى حد كبير ولكن الأغلب ذهب باتجاه التعبير العميق على انقلق عكس المستويات أو عكس ما يشعر به المستويات السياسية عن طريق الصحافة حجم خطر كبير نتحدث عن تهديد وجودي تحدثت عنه بعض المنافذ الإعلامية أيضا ولكن اللافت في الحقيقة هو بعض اتجاه آخر تحدثت لربما قد قادته بجلة فوران بوليسي في هذا الإطار كانت تتحدث وتحاول أن تفند إلى حد ما رواية وسردية التحالف الحاكم في إسرائيل تحالف نتنياهو أو نتنياهو وحلفائه بحيث تقول بأن الادعاءات بأن المعارضة أو الاحتجاجات أو من يتظاهرون من اليسار هي غير حقيقية تريد القول بأن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي أو الانقسام في الصاحة السياسية الإسرائيلية هو بالنصف وأن الانتخابات لم تفرز أغلبية وأن اليسار إلى حد ما هذا لا تبناه على لسان فوران بوليسي أن اليسار مات وهو غير قادر على الحشد وبالتالي تقول أن من يتواجد في الشارع الآن أن من يتمرد هي المؤسسة الإسرائيلية ضد المؤسسة الإسرائيلية تريد القول وهذا اتجاه أصبح بارزا أن إسرائيل تواجه نفسها إلى حد ما في محاولة للقول أن هذا السؤال كان سيبرز في الساحة الإسرائيلية وهو نتيجة طبيعية للنموذج الإسرائيلي وهو مكمن الخطر بالنسبة لإسرائيل هنا لكن هذا المشهد دكتور عباس هل يقود إلى أزمة على مستوى العلاقات مع الدول الراعية والصديقة لإسرائيل وهل تمتلك بعض هذه الأطراف الدولية هامش من التحرك على صعيد ما يجري اليوم خصوصا أن نتنياهو قال بأن هناك أصابع وأطراف خارجية تتحرك أيضا الإسرائيلي الموالي طبعا الإعلام العبر الموالي للحكومة يقول بأن هناك تحريك خارجي لما يجري في الداخل تبعات ما يحصل على علاقات إسرائيل الدولي هو واضح وهذا مصرح به على سبيل المثال عموس يدلين رئيس شعب استخبارات سابقا وكان رئيس النموعة تبحث الأمن القومي لمدة أكثر من عشر سنوات تقريبا تحدث عن التبعات التي لا علاقة بالأمن القومي وهو يتحدث هنا عن مسائل الأمن القومي اللي علاقة بعلاقات إسرائيل الخارجية يقول بأن هذا الواقع وخاصة ذهاب إسرائيل نحو الإصلاحات القضائية يؤثر على العلاقة المشتركة أو الجهد المشترك الإسرائيلي لأمريكي في مواجهة إيران سمعنا المواقف الأمريكية والانتقادات الأمريكية لهذه الخطة وأيضا ردود الفعل الإسرائيلية من وزراء إسرائيلين يطلبون الولايات المتحدة أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية وشهدنا هذا استجال أيضا هناك تأثير على مستوى الردع في مواجهة محور المقاومة يدل وغيره قال ألم تسمع ماذا قاله السيد نصر الله عن الواقع الداخلي هناك تأثير على اتفاقيات أبرهم الإمارات مثلا ألغت زيارة نتنياهو ليس على خلفية الموضوع القضائي ولكن على خلفية سياسة الحكومة بشكل عام هناك أيضا تأثيرات لها علاقة على صورة إسرائيل وشرعيتها في الخارج حركة البيدي آس هناك تحذير كبير أيضا من الدور الذي يكن أن تلعبه وأيضا هناك تحذيرات يحذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي من الاحتياط وكبار المعلقين يحذرون اليوم من أن ما تقوم به الحكومة الانشغال في الشأن الداخلي يؤثر على مواجهة إيران ولكن التأثير الأكبر هو صح التعبير هذا العلاقة المتوترة بعض الشيء بين إسرائيل والإدارة الأمريكية على خلفية ما يحصل وإن كانت هذا التوتر لا شك أنه توتر عابر لأنه عمق العلاقة بين إسرائيل وأمريكا أكبر من المشكلة الموجودة الآن في الفلسطين ناصر في ظل الصراع الإسرائيلي الإسرائيلي ما هو المطلوب فلسطينيا وعربيا بكلمة السر أن هذه معركة إجبارية على كل القيادات الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني أن يدركوا أن هذه ليست معركة اختيارية حينها سلميات المستوطنين المدججين بالسلاح المعبئين بالكراهية والحق والعنصرية يحرقون المنازل وبداخلها الأفطال والنساء فهذه معركة ليست اختيارية اليوم معركة إجبارية على الفلسطينيين أن يفرضوا أنفسهم رغم أن في الإسرائيليين على كل طاولة وأن يحددوا جدولهم عشرون عاما مضت في الوهم الآن على إسرائيل أن تدفع كل الفواتير بأثر رجعي تدفع كل الفواتير اقتصادية وسياسية وإعلامية ونفسية وعصبية وأعتقد بأنه رغم الألم ورغم أنه الوقت قاسي ورغم أنه من يسير في مدن فلسطين وكرة فلسطين وخصوصا في الليل يدرك حجم الرعب وحجم المعاناة وما يعاني منه الأسرة لكن قد تكون هذه فرصة ذهبية للتخلص من الظلم الدائم التاريخي طيب قطيبة ختاما هل يفاقم هذا الوضع من حالة الإرباك والتخبط لدى أنظمة التطبيع خصوصا وفي مثال واضح بعد حالة الإرباك أو الجدل الذي حصل ما بعد تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات هو بدأ بالفعل دينا يعني دول أو انظمة التطبيع لمن يلاحظ هي غائبة عن المشهد تماما إلى حد كبير ولكن في الخفاء في الحقيقة من الواضح أيضا أن الأعناق تمتد وتعلو لتراقب ما يحصل في إسرائيل هناك إحساس طبيعي بتأثر كبير إلى حد ما هناك حالة قلق واضحة إلى حد كبير إذا ما أخذنا الإمارات كمعيار في هذا الإطار بحكم أنها قادت قاتلة التطبيع أو موجة التطبيع الحالية يمكن القول أن هناك شعور كبير بالقلق إلى حد ما لا يتعلق الأمر فقط بما يحدث على الساحة الإسرائيلية وبالتالي كيف تتأثر اتفاقيات التطبيع ولا يتعلق أيضا بسياق التصعيد المرتقب أو المتوقع في الضفة الغربية وسياق تصاعد العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين المتزامن مع انخفاض الحماسة تجاه التطبيع شعبيا وارتفاع رفض التطبيع وهذا ما تشير إليه إصطاعات الرأي المتوفرة أيضا نقطة ثالثة تتعلق بسياسة الحبل المشدود التي تحاول الإمارات السير عليها وهي ترتكز فيها أو تستند فيها إلى علاقاتها مع إسرائيل وبالتالي هذا الظهير أصبح هشا إلى حد كبير وهو لا يساعدها في توجهاتها السياسية قطيبة صالح ناصر اللحام دكتور عباس إسماعيل شكرا جزيلا لكم الشكر الكبير لكم مشاهدين على طيب المتابعة هذه التحليلية انتهت نلقاكم غدا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر